المترجم للقناة 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 الضعيف المترجم للقناة 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 لا يحصر لي لأقسام الأحاديث الضعيفة ومن عدده أو من عدد أقسي من الأحاديث الضعيفة أو عدد أقسامه أو حصر أقسامه في ألد معين يحمل قوله على أن ما السماه من تلك الأقسام يعني إنما هي بالنظر إلى الألقاب إلى الألقاب تلك الأحاديث الضعيفة وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع والمقطوع ما لقال الشارح أعرفه الضعيفة في اللغة ضد القوي الضعيفة في اللغة ضد القوي الضعيفة دعفة ضعفة وضعفة ضعفة والدعيف صفة مشبهة باسم الفاعل وهو ضد القوي القسم الثالث الضعيف يعني أن ما قصر عن درجة الحسن لغيره فهو الضعيف لكنه أقسام كثيرة بالنظر إلى أسباب تفاوت درجاته في الضعف وبحسب بعده من شروط القبول كثرت أقسامه قال ابن الصلاح في علوم الحديث هذا الكتاب مهم جداً من القطب المهمة في ابن الصلاح حديث كتابه والإمام ابن الصلاح واسمه ما ذكر المصنفه وأطنب أبو حاتم ابن حبان البستي في تقسيمه فبلغ به خمسين قسماً إلا واحداً أي تسعة وعشرين أو تسعة وعشرين أو تسعة وعشرين قلت قال المؤلف الشارح ومن ذلك المقلوب المقلوب من أحدث الضعيف المقلوب فلذلك أي حديث قلب سنده أو قلب نطنه يؤذم ذلك بضافي على الحديث واضح نعم وذلك قلب الحديث قلب الحديث حتى عند اللماء يعني عمداً ما يجوز إلا إذا كان على سبيل الاختبار وامتحان الروي المحدث واضح نعم ما عنا في ذلك هذا الخلافة أن قلب الحديث بالنية الاختبار والامتحان أجازه بعضهم ومنعه بعضهم أي منعه مطلقاً فالكل أول أجازه أجازه مطلقاً والكل الثاني أنه ممنعه ومنعه مطلقاً والقلب الثالث التفسير قالوا إن قلب الإسناد أو قلب الحديث جائزاً لقصد الاختبار والامتحان فهذا امتهى منعه لذلك جاء امتحنا لمن بخير رحمه الله مواصل البلدان وهذا الشيء وبعضهم للامتحان يفعلوا كما قال المام الإمام الصناعان في كتابه قصب السكر وبعضهم قصدوا لا لا بعضهم لامتحان يفعلوا الإمام الصناعان رحمه الله قصب السكر قصب السكر هذا يبدو نظم النظمة 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 إبن الماجهة من طريق ابن الماجهة من طريق ابن الماجهة عن جعفر ابن الماجهة ابن الماجهة من طريق ابن الماجهة عن جعفر ابن الماجهة جعفر ان جعفر منصرف وعلم منقول ومعنى الجعفر في الأصل النهر المدان وكيل النهر الواسع وكيل النهر العظيم قيل النهر فوق فوق الجدود واضح فهكذا قيل في معنى الجعفر لكن كل ما قيل لا يخلو من أن يسمى الجعفر نهرا واضح اما قد يوسف بعضهم وصفوا بكونه مالآنا بعضهم بكونه عظيمة وواسعة نعم جعفر علم منقول منقول ومرتجل منقول ومرتجل فالمنقول ما سلق باستعماله والمرتجل ما لا يسبق باستعماله واضح ومعناه في الاسل وما ذكرته لكم وضم الشيخ كجندب فجندب في الاسل الجراد قالوا نو من الجراد ثم قال ذكر الجراد ذكر الجراد ليس أنثاه لا يطلق الجعفر لا أنثاه وفي ثلاث اللغات جندب وجندب وجندب سمي أحد السحابة دونه فأكدنا هذا لأنه لم تدد وهو ينصرف لفقدان لأنه لأنه موجودة علة أخرى مع علة العلمية مع مشايخ فلذلك يصرف يعني بعض الناس يقول جعفر لا وأما من يصرف من بعض الأسماء التي ظاهرها لأنه عدم انضمان علة أخرى إلى علة العلمية فيؤد ندرك خيبر قال فتح رسول الله يوم الفتح خيبر فخيبر هنا لا يشرف يعني طبعا في الحديث عن الوضع لم يصرف فلم يصرف ليلة العلمية وليلة التعنيث لأنه مؤول بالتعويض لأنه مؤول بالبكعة فخيبر مؤول بالبكعة ألم يكن خيبر بكعة من البكعة فلذلك لم يصرف فلان لغوب فلان لغوب فلان لغوب أتته كتابي أتته كتابي ولم يرد ولم يرد عليها وقال أتته كتابي وأنك الفعل نظرت إلى تأويل الكتاب بالصحيفة فلذلك لما رجع في ذلك واستكشف قال لهم لا يريد فلان لغوب ولم يرد عليها فلان لغوب هذا البلد قال لهم فلان لغوب يرد عليها فلان لغوب يعني الان لغوب مؤول بالدار موسيقى 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 لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وهذا المرفوع الفعلي مثاله حديث حديث مغيرة حديث مغيرة ابن الشعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قدر بضل ما في البحض يكون نبي صلى الله عليه وسلم هجرة بعد الفتح لا هجرة واجبة أن النبي صلى الله عليه وسلم ترضى فمسح بناصيته وعلى العنامة والخفين حديث المغيرة هذا المصدق به الملكية ومما فقههم وهم الحنابلة وغيرهم على على أن الواجبة في مسح الرأسي جميعه مسح الجميع ونضح أنه لو جازة لو جازة مسح بها الرأس دون بعض لقد اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بالمسرح على الناس وضح 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 أيوة ولم أكمل المسر على الإمامة وضح مشغل وهذا المرفوع التقريري هو أن يفعل الصحابي فعلا أو يقول قولا فيكره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الفعل أو القول والإقرار أو التقرير القولي يلحق بقول النبي صلى الله عليه وسلم على القولية وإقرار أو التقرير الفعلي يلحق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم على الفعلية فبذلك قال الإمام أبو إساقى الشرازي وكذلك إمام الحميد كل منهم هو رغم قال التقرير الفعلي هو فعال نبي صلى الله عليه وسلم على أدف It Nas والإقرار القولي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم على أدف Это أبو إبنه ح episodes يعني إذا ثبت أن نبي صلى الله عليه وسلم على قال طب سلم على القول Dia أنا أنا أو لا يكتلف عن قول النبي صلى الله عليه وسلماء المباشر وانا يختلف الاقلال الفعلي وانفلي صلى الله وسلم باشر مثال حديث انس رضي الله عنه قال كنا نصلي ركعتين بعد غروب الشمس وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرانا فلم يأمرنا ولم ينهنا ماذا العصر؟ وحديث معاوية هذا قال صحابيكم مظاهره انه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم فبخاصة اذا انضاف اليه اهد النبي صلى الله عليه وسلم او زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا اقوى في ان يكون المنبه يعني يعني اه المرفوع في ان يكون قصيا حكمه حكم المرفوع ودعون الشيخ الفيديو الذي عليه كثير وكثير وليعطوا حكم رحفة في الصواب ونحو من السنة من صحابي كذا من السنة جروع وكذا 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 اقوله كنا كذا وكذا اقوله كنا نرى ااذا قال لها اهد اذا أضاف الي اهد او عن اضافة عرض أو عن إضافة عارة إذا وجد قصتي في كل سحابه أعد أو زمن مثلا كنا نفعل كذا الأهد النبي صلى الله عليه وسلم أو في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولو يؤتى كل هذا حكم المدفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو عن إضافة عارة أو إذا عاروا عن الإضافة قصيا إذا عاروا قالوا كنا أنا يكون مضافة لأهد النبي صلى الله عليه وسلم كذلك يأخذك من أفو والذي حصل هنا كنا ولم يقول في أهد النبي صلى الله عليه وسلم والذي عليك دائما كنت كذلك في علم عصول الطعفة في علوم الحديث ماما وأنا ذلك أقول وأنا كذلك كنا نطرة بطلبة أي في الصلاة بين الأساطين المسجد والسواري المسجد قال كنا نطرة بطلبة كنا نطرة بطلبة كنا نطرة بطلبة أي نطرة يعني من أن نصدق بين السواري المسجد والسواري المسجد قد على المسجد قال ولذلك قال الله لا تجوز الصلاة بين أساطين المسجد هذا طبع في الصلاة الجماعة يجوز بالإمام أو أن يسلع بين السواري أو يجوز المنفرد والفضل كذلك الأم المأمون لا يجوز لهم يحصل الصلاة بين سواري من المنفرد ويخلف انها ممنوعة أو مقروف وأنا أخبرهم أن سواري مقروف أشعرهم يحصلون أنها ممنوعة بعضهم قال بأنها جائزة والصحيح أن الإنسان إذا طر إلى الصلاة بين السواري بحيث إذا امتدت الصحوف إلى تلك السواري ولن يكون هناك محل آخر يجلس أن يأخذ الصف بين السواري وإذا أجل محل آخر ولم يقتر الإنسان إلى الصلاة بين السواري كما حصل في حديث معه ابن قرح فهنا لا يجلس أن يسلع الإنسان من السواري في المدى المالكي ثلاثة أخوة 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 منظم الشيخ يقالبر القرى إنهمAw Pipeline قارب قرحة وواند إرام الطرار والأكلى الجواز ولكم كان طول جديد والصحيب أنه يقرح على المسان عفوة المرأة porahan لأن العلة في النهي أن الصلاة بين السواري معقولة وهي التقطير الصفوف فهذا للآية من عجمه في صلاة الفضل والإمام كذلك لاحظة يأخذ صفحة مع الإمام وكذلك الفضل يصلي مفرداً وفرداً وهذه العلة أو هذا القول في التعليل في التعليل به في هذا النهي والصحيح الخلافة لما قاله بعضهم من أن العلة أن هذه السواري مواضع الأحذية والنيعة أن المواضع الأحذية والنيعة حادثة بعدها النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله بعض المواضع الأحذية والنيعة لا ما كان وكيف إذا كان عمل كذلك فدد ذلك لأن ما ذكرها الله قاله صحيح والله أن الصلاة بين السواري أن ما بين السواري مواضع الأحذية للجنة وهذا كذلك قد وعيف وإلا قاله قوي أن إلا تذلك تذكر فقاله والأشيح والصحيح والصحيح والأنس والماليك كنا نوتر الطردان عندما سأله قال نوع نوع داود قال صلينا بين أساطر المسج قد اضطرنا صلينا خلف أميري فاضطرنا الناس فاضطرنا الناس إلى حتى صلينا بين أساطر المسج فذكر ذلك لأنس قال الله أنس كنا نطرد طرداء كنا نطرد طرداء نطرد طرداء نطرد طرداء نطرد طرداء وحديث معاوية بن الحكم السلامي في كصة الجارية التي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله قالت في السماء فقال أعتقها فإنها مؤمنة رأو مصر فإذا قال الحافظ في النكت 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 قال الحافظ في النكت 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 نكت أنا ما جاء لغاية فعلة يجمعنا فوعل أو فعل النكت نكت أو نكات كنقطة نقط أو نكات وحديث برما برما القدر من الحديث برما برما وبرام المرفوع ينظر إلى حال المتن مع قطع النظر عن الإسناد حيث صح شوف هذا لا أفكرت لكم المرفوع ينظر إلى حال المتن مع قطع النظر عن الإسناد حيث صحة إضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مرفوعا سواء اتصل سنده سواء اتصل سنده لكن يكون بعيدا إذا لم يتصل سنده وما لتابع هو المقطوع يعني القسم الخامس المقطوع يعني أن الكلام إذا نقل عن التابعي فمن دونه يقاب له مقطوع كأن يقول أن سعيد بن المسيبين أو القاسم بن محمد أو عروة بن الزبير أنه فعل كذا أو قال كذا فهذا يقاب له مقطوع هذا مقطوع هذا مقطوع هذا مقطوع هذا مقطوع هذا مقطوع يكون ذلك وإذا نضاف إليه دليل من الكتاب ون السنة هذا نشيخ أنه فعل التابعي وقال التابعي لا يحتاج به إذا كان لما يختلفوا في قول السحابي هل يحتاج به أو لا يحتاج به؟ أصلا لا يحتاج به قول السحابي إذا كان فيما فيه إذا كان فيه فيما فيه لروعي مجال يعني إذا كان فيه مجال الروعي وكذلك أو إذا كان قول السحابي ليس من قبيلة لما يسكوتي حيث حيث الله المخالف و لم يكن له حكم المرحو ولم يكن له حكم المرحو كذلك إذا كان لم يذهب في ذلك إلى نبي صرصان ولم يكن كنا كنا نفعل وكنا نقول بسيطة فإذا كان قول السحابي ليس بحجة على الذي عليه جمهور العلماء خلاف الإمام قال لما أهدر ملفه من أصول مدابيه يجعل قول الصحابي حجة موضوع المشيخ السامة قول الصحابي مريسة بالحجة موضوع المشيخ لأن الصحابة خالفة بعضا وطبعا اتفقوا لما لأن قول الصحابي ليكون حجة عن صحابين اخر لكن موضوع الخلاف منحصر في قول الصحابي حجة على من بعدهم من التعبئين فصافلا موضوع وصحانه ليس بحجة كذلك أنه ليس حجة كذلك لأن الصحابة تصوبوا خلافة التعبئين لهم قد خالف ابو سلامة ابن عباس موضوع يقول صحابي حجة على التعبئين لا حرم عليه ذلك ولم أصاب له ذلك وكان بعض الصحابة يأتيه الساعدون يأتيهم المستفترون فيحيل على عباد التعبئين موضوع وأنس عندما يأتي الساعدة يقول يقول سالوا مولانا يقول سالوا مولانا يقصد حسن بصري فإنه حافظ فإنه حضر فإنه غاب وحضرنا وحافظه ونسينا وكان أنا سعيدا سئلا يوم ابن عباس سئلا عن مسأة فرضية فأحال وأحال إلى وأحال إلى الحسن كذلك وغيره مع أنه أعلم بذلك المسألة يومين أو يتلعين وذي الله أنه وأنه صبت المعين فقصدي إذا كان هذا الخلاق قوي في كل الصحابي في الحجال وأنه سهل من أقواله وأنه قَعَ الصحابي المجرد ليس حجة على من بعد الصحابة فكيف بيقول تابعه فقل تابعه لا يكون حجة وشك فقل تابعه لا يكون حجة ودو ما شئ فقل تابعه لا يكون حجة فقل تابعه لا يكون حجة فأرى قال الله مكتوب لا ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر المقطوعي القولي لا الفعلي القولي ما أعطى بالقولي القولي بدأ نعم كان مسروخ يرخي السطرة وبين أهله ويقبل على صلاته ويخليهم ودنياهم شوف هذا هذا التابعي سبحان الله أقضى يفعل إذا بدأ يسليه في الليل يرخي السطرة ويكون حجاما بينه وبين أهله فلا يرونه ولا يرونه ولا يعلم ما يصنعه كل هذا مبالغة في إخفاء في إخفاء عمله ودعاته عن الناس وحرصه الشديد على الإخلاص فسلحان الله فسلحان الله انظروا ما أكثر وقوع الرياء من الناس بل من كثير من الدعاة ومتعلمين ومعلمين وهكذا أقول إن أريد أن يقول الناس عنه نحن فعلنا ونحن ونحن فعلنا ونحن وكذا 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 ونبدأنا ونحن ونذر فعلنا ونحن سبحان الله ماتا فيستعمل دميرا نحن وانا 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 صحيح ليس في قوله حجة في فعلي هذا حجة لكن ففهمنا مراده وعرفنا مستقه ونريد لخاص واضح في انتى الى صدقات فسلط وانا تخطيها فهو خير فهو خير فهو خيرون فهو خير لإخفاء إذا للذكا بقل اللعنة لما بعنا إخفاء العمال الصالحة والدعاة أولى وانا من إظهارها لهذه الآية قال فهو خير خير السجرة التغضيل بمعنى أخير أقناهم وقولهم خير وشر أقولهم أخير منه وعشر إذا قال لما هذا خير من هذا وشر من هذا يعني خير منه وشر منه يعني أخير منه وأشر منه فاصلنا عن قولهم خير وشر إن قول أخير وأشر ورمنات أشر إلا في حديث عائد سحيح إن أشر النص إن أشر من ناس إن أشر النص إن أشر من ناس إن أشر النص أغناهم وقولهم خير وشر عن قولهم هو أخير منه وأشر نعم وهذا من المقطوع القولي مثاله قول الحسن البصري في الصلاة خلف المبتدع صل وعليه بدعته ذكرون البخاري معلقا قال الحافظ وصلاة السعيد من منصور هذا ما قلنا وصلاة السعيد من منصور في سننه هذا المقطوع لم يكن معلقا حتى يتعنى في هذا المقطوع هذا المقطوع موصول إلى هذا التابعي بسبب ما ذكره بسبب ما صنعه سعيد منصور فسعيد منصور وصلاة في سننه واضح هناك حديث في سن البخاري ومصري حديث ضعيف يام باك فإذا أعلم أن بين المقطوعين وماذا نفهم من هذا المقطوع القولي هذا التابعي الكريم الحسن البصري واضح قال صلي خلف كل مبتدئ وعليه يعني أن البداع قسمان البداع مفصقة والبداع مكفرة الآن لو كان البداع هنا مكفرة لما أجد الصلاة خلف المبتدئ هذا يمكن أن نقول بأن من قال بخلاف ما قال السلاف الأمة من قال بأن البداع وأنه لم تقسم الكريم وأنه لم تقسم الكريم هذا من من هذا المقطوع ومقطوع وأن الحسن تابعي هذا المشايخ وقال هذا القول هذا القول ليس الكوكستياني وموصول إليه هذا المشايخ وما قاله أيضا قال غيره من الله من الله ومن الله ما فأبلاع مبادئ غيره فمن قال بخلاف ذلك فهو الذي يطلب بالدليل وماضح وطلب بأن يأتينا بسلافنا على قوله لاحن فذلك سبحان الله فالسلول فذلك أختبت الله هل تجوز السلاة خلف فاسق أو لا فمن لم يجوز السلاة خلف فاسق فم لم يجوز السلاة خلف فاسق لعدلت أخرى عنده لا لأن البداية واحدة لا لأن البداية واحدة إنما منع الصلاة لا لأنها منع الصلاة لكون البداية واحدة فالإشكال جميلة أنا أسعي لذلك أنا أحياني أنا صحيح فهنا أؤمن جميلة من المبادمات والمنقطع من المبادمات والإسنات لكن بعضهم قال قد يطلق المقطع على المقطع ويستعمل المقطع للمقطع بل الممشى فيه رحمه الله يستعمل المقطع للمقطع قال الحافظ في المزهة وقد أطلق بعضهم هذا في موضع هذا وبالعبس تجوزاً عن الاستلاح تجوزاً معنى ذلك أنه قد يستعمل المقطع للمقطع ولمقطع للمقطع لكن هذا تجوز أنا سبيل تجوز وتوسع في الاستلاح قال الشريح وإلا فالذي عليه اللهم الاستلاح للمقطع من المبادمات والمقطع من المبادمات ولمقطع من المبادمات أبرهما قال الشريح كنت قلت ومنه قول الدار قتني في التتبع وقد رواه جماعة وقد رواه جماعة أن أدي بردة من قوله ومنه من بلغ به أبا موسى ولم يسنده والصواب من قوله بردة منقطع فقد أبلغت دار قتني لوضاً من قطع على المقطع نعم نحن نتهي هذا صلى الله عليه وسلم وصلى الله عليه وسلم وعلى الله عليه وسلم وعلى الله عليه وسلم فنأخذ الآن نعم 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 شكرا